موسيقى الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراع على مستوى الجمهورية وزير الخارجية يدعو القطاع الخاص العمني إلى تعزيز وزيادة واجده في السوق المصرية وزير خارجية الكويت يؤكد من بيروت سعي دول الخليج لمساعدة لبنان ليصبح قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية التسع مساءنا في القاهرة السابعة بتوقيت درينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قهوة إدفينة ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط انتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير كما وجه رئيس السيسي بتنصيق بين كافة الجهات المعنية لتوسع في زراعات الزيتون في مصر إضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لتوسع في زراعة القصب بالشتل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهة وإدفينة والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي خمسة مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحداث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز كما شهد الاجتماع عرض موقف الزراعات الزيتون في مصر بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافية على مستوى المحافظات وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمالات والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكانة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاب بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشية كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها إلى جانب إحكام الرقابة ومناء طرق الصيد المخالفة بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنيئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكر عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشرة للثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقية أعرب رئيس مجلس النواب باسمه وباسم عضاء المجلس عن خالص التهني بمناسبة ذكر عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير مشيرين إلى تذكر شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تربى مصر الطاهر والذين يتواصل عطاؤهم ولم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن كما أكد رئيس مجلس النواب أن رئيس السيسي وقف مع الشعب في فترة ولت نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج وصد عنه مطالع الفتن وأدرك بحسه الوطني منذ أن تولى قيادة مصر أن خطابه يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراره يجب أن يقاس بمصلحة مصر فأعطى جهده لإعادة بناء الوطن كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنيئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة متقدما بخالص التهنيئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالا صدقوا معهد الله عليها فدفعوا أرواحهم ثمن غاليا فداء للوطن وحماية لطرابه المقدس كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنيئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وتقدم رئيس مجلس الشيوخ في البرقية باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنيئة القلبية لرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد مؤشيرا إلى أن الذكرى تأتي تقديرا للجهود التي قاموا بها في حوض الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في ضحض العنف كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ بخالص التهنيئة لرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرمة والعدالة الاجتماعية ليحمي جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرج الشعب في الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار إلى ذلك بعث رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة مؤكدا أن رجال الشرطة جسادوا في هذه الذكرى أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد ولا يزلون يفذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقيته قال مدبولي إنه ينتهز المناسبة ليذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات معربا عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفي برقيته أعرب مدبولي عن أخلص التاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية المهمة مضيفا أن تلك المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقرارها أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافقة 27 من يناير من هذا العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدلا من يوم سلساء الموافقة 25 من يناير وذلك بمناسبة عيد صورة 25 من يناير وعيد الشرطة ذكر المتحدث العسكرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية ورجالها بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة ضعيا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن نظل دوما حصنا وسندا لمصرنا الغالية في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأصول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقات المصرية بورسعيد مع الفرقات الفرنسية لابروفنس بدأت فعليات تدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار واجتمل تدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية التي تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار بالإضافة إلى تمرين المواصلات الليلية وتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر حيث يعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي والاستفادة من القدرات السنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكل من الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية أعلن المتحدث العسكري اختتام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك خمسة والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية يأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك خمسة والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشات والمدرعات والقوات الخاصة لكل البلدين والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بدأت المرحلة الختمية بعرض التوجيه الطوبغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ والتي تتضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتطقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد ونفذت عناصر المشات الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية وقامت القوات الخاصة لكل البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي وتطهير القرية وتحرير الرهائن كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لأعادة الحياة لطبيعتها أعقبه استفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب وعسف السلام الوطني لكل البلدين وشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المفذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وضقة عالية موجها شكرا لجميع العناصر المشاركة في التدريب وألقى قائد القوات المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية حضر المرحلة الختمية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين فرأس وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العمانية بدر البو سعيد أعمال دورة السالسة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك وذلك في حضوري رئيسي وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين أشد وزير الخارجية خلال كلمته بانتظام وطيرة عقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019 بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين دعا شكري القطاع الخاص العماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصري بما في ذلك يتعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في الوقت الرهن والتي توفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات أعلن التحالف العربي مقتل أكثر من أربعين عنصرا من قوات الحوثي وذلك خلال عمليات استهداف في محافظة مأرب وذكر التحالف في بيان أنه نفذ ثماني عمليات استهداف ضد قوات الحوثي خلال الأربع والعشرين ساعة أدت إلى تدمير خمس آليات عسكرية تابعة لقوات الحوثية تلقى رئيس التونسي قيس سعيد اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي مانويل ماكرون تم خلاله تناول قضايا تخص العلاقة الصنعية في المجال الاقتصادي وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين وخلال الاتصال أوضح رئيس التونسي جملة من المواضيع خاصة المراحل التي تم قطعها والموعيد القادمة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس كما أكد سعيد أن ما يشاء في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع من جانبه أكد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومسندته لها خاصة في المجال الاقتصادي وعبر عن تفاهمي للعديد من القضايا والصعبات التي تمر بها تونس عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح جلسة مباحثات لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين لبنان ومجلس التعاون الخارجي وأشهد رئيس الحكومة اللبنانية خلال الاجتماع بوقوف الكويت إلى جانب لبنان وقت الأزمات لا سيما بعد تفجير مرفأ بيروت بل إضافة إلى المساهمة في أعادة أعمار المرفأ والمنطقة المحيطة ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تطلعه إلى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون الخارجي مؤكدا سعي الكويت ودول مجلس التعاون ضمن رؤية مشتركة لمساعدة لبنان ليصبح قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية الأساس الذي هو المنطلق الكويتي الخليجي عربي ودولي واحد هو التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية أثنين هناك أمر حامل الغاية وهو أن كافة الدول وكل الدول المحبة للبنان لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية مثل ما لا نريد أن تتدخل لبنان بشؤون دول أخرى لبنان نائب النفس والذي أصبح الآن مرادف إلى لبنان وإلى سياسة لبنان هناك في ملاحظات بالنسبة إلى هذا المفهوم ويعني هناك في رغبة عارمة لكل الأطراف الإقليمية والدولية بأن تكون هذا الأمر قولا وفعلا إن شاء الله شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالباقي عبدالقادر زبير على أهمية وحدة الصف الوطني وجمع الكالبة وصول للفترة الانتقالية إلى نهايتها وإقامة انتخابات حرة ونزيها وقال زبير خلال تفقد العدد من المنشآت التنموية والخدمية والصحية بمحلية شرق النيل في الخرطوم قال إن السودان يمر بمنعاطف تاريخي خطير يتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل بتجرد وإخلاص وعزيمة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان كما أكد حرص الحكومة على تنمية الريف وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والاهتمام بمستوى معيشتهم أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق بقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من بينهم قياديان في ضربة لطيران القوة الجوية جنوب مدينة الحضر غربي مدينة الموصل وذكرت الخلية في بيان أنه ردا على الأعمال الإرهابية الأخيرة ومن خلال تكثيف الجهود الاستخباراتية بوزارة الداخلية فقد جرى رصد ومتابعة قياديين من تنظيم داعش الإرهابي بأحزمة ناسفة وبصحبتهما إرهابي ثالث مشيرة إلى أن طيران القوة الجوية وجه ضربة دقيقة لهم جنوبه الحضر في قاتع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة ما أدى إلى مقتلهم وأكلت الخلية استمرار قوات الأمنية في عمليتها النوعية للقضاء عن الإرهابيين وأن الرد سيكون قاسيا وغير متوقع أكد ناطقه باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل مشيرا إلى أن هناك توجهات بمضاعفة الجهد الأمنية على الحدود بعد الأحداث التي شهد سجن الحسكة بسوريا وأضف أن القوات الأمنية على استعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي للتسلل إلى الأراضي العراقية مؤكدا أن بقايا تنظيم ليس لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية كما أن الإرهابيين الهاربين لا يشكلون تحديا للأجهزة الأمنية كانت قيادة عمليات غرب نينة وبالعراق قد أكدت أمس أن الإرهابيين الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان إن كيف طلقت تأول دفعة من مساعدات أمريكية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار وكتبت السفارة على صفحاتها على فيسبوك أن الولايات المتحدة ستواصلوا تقدم مثل هذه المساعدات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهدها المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه أي هجوم روسي جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تمت في مدينة جنبا بحثاً أو بحثا فيها الجانبين الأزمة الأوكرانية وتروحت المحادثة بين تهديد ومساعد للتهدئة ووفق طرفان بعدها على تقديم أفكار للمناقشة في الأسبوع القادم المزيد في التقرير التالي في أحدث محطة في إطار مساع دبلوماسية مكثفة بين الولايات المتحدة وروسيا شهدت جينيف محادثات أمريكية روسية بمشاركة وزيري خارجية البلدين ناقشت الوضع في أوكرانيا في ختام محادثات وصفت بالصريحة اتفق الجانبان على الالتقاء الأسبوع المقبل لبحث الأزمة التي لا تزال مهددة بالتصعيد على الحدود الأوكرانية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصف المحادثات بأنها صريحة وجوهرية كما أشار إلى قدر من الانفراج بعد أسابيع من التصريحات التصعيدية من جانبه أعلن لوفروف بعد محادثات استمرت نحو ساعتين أن بين موسكو وواشنطن توافقا على ضرورة إقامة حوار منطقي الخارجية الروسية وعدت في الوقت نفسه بما وصفتها بأخطر العواقب في حال تجاهلت الولايات المتحدة مخاوفها بشأن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي والأطلنطي في أوكرانيا وعلى حدودها بلينكين وافق على تقديم أفكار خطية للأسبوع المقبلة إلى موسكو من غير أن يوضح إن كانت هذه النقاط ستشكل ردا بندا ببند على المطالب الروسية المفصلة لكنه حذر من أن واشنطن سيكون ردها حاسما وموحدا مع شركاء الأطلسي على أي هجوم روسي على أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات حربية من تراز سوخوي يجرى إرسالها إلى بيلاروسيا للمشاركة في منورات عسكرية مشتركة كما نقلت روسيا المزيد من القوات من سيبيريا والشرق الأقصى بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 100 ألف جندي منتشرين بالقرب من أوكرانيا وتنتقل في هذه المناورات وحدات عسكرية روسية إلى مناطق بالقرب من الحدود الجنوبية لبيلا روسيا والتي تبعد نحو 75 كيلو مترا عن كييف ومن المقرر أن تجرى المناورات الشهر المقبل وسط مخاوفة من هجوم وشيك على أوكرانيا وعلنت روسيا عن المزيد من المناورات العسكرية في المنطقة أقيمت مراكز اقتراع في ساحة انتظار السيارات بمنطقة فيا ديلا ميسوني في روما لسمح لنواب الإيطاليين بالإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الإيطالي القادم الناخبون يبلغ عددهم ألف وتسعة وهم أعضاء مجلسية الشيوخ ونواب والممثلون الإقلميون ومن المقرر أن يصوتوا لمرشح لديه القدرة على توحيد بين مختلف الأطياف السياسية إذا لا يمتلك أي من الأحزاب السياسية بمفرده الأغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد انتخب الحزب المسيحية الديمقراطية الألمانية السياسية الخبير في الشؤون الاقتصادية فريد ريش ميرتس رئيسا جديدا له وخلال مؤتمر عام للحزب عقد افتراضيا صوت تسعمائة وخمسة عشر مندوبا من إجمالية تسعمائة وثلاثة وثمانين مندوبا لصالح ميرتس وامتنى عن التصويت ستة عشر مندوبا وبحسب البيانات فإن ميرتس حصل على تأييد نحو خمسة وتسعين في الماء من الأصوات وسيتعين تأكيد النتيجة رسميا عبر الانتخاب بالبريد أظهر ستلاع للرأي أغريا في فرنسا أن الرأي السايمان والماكرون سيحصد نحو أربعة وخمسين بالمئة من الأصوات في الجولات الثانية من الانتخابات الرئاسية القادمة وبحسب الاستطلاع سيحصل إيمان والماكرون على خمسة وعشرين بالمئة من نواية التصويت متقدما على فاليري بيريكس ومارين لوبا وأنه في الجولة الثانية سيفوز الرئيس المتهي ولايته على كل من هذين المرشحين بنسبة أربعة وخمسين بالمئة من الأصوات ضد بيريكس في سبعة وخمسين بالمئة ضد مارين لوبا هذا وقد تم الاستطلاع في الفترة من الرابع عشر وإلى السابع عشر من يناير على عين قوة مهاء 12 ألف وخمسمائة واثنين واربعين شخص مسجلا في القوائم الانتخابية نشرت نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل الحكومة الروسية تفرض إجراءاتنا طبية جديدة لمواجهة تفشي متحور أومايكرون تظاهر المئات وسط العاصمة الفرنسية فاريس قبل يومين من دخول قيود أكثر سرامة حيز التنفيذ تستهدف من يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومن المقرر أن تشهد فرنسا تنفيذ قرار فرض الحصول على شهادة لقاح صحية جديدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما حيز التنفيذ الإسنين وثبت تلقيهم للقاحات بهدف التمكن من دخول المطاعم والمشاركة في النشاطات الترفيهية أو استخدام وسائل نقل العام بين المناطق وفقت الحكومة الروسية على خطة بشأن اتخاذ إجراءات طبية إضافية لمواجهة أومايكرون وأكلت رئاسة الوزارة الروسية أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة بشأن إجراءات إضافية لمكافحة انتشار سرارة أومايكرون في روسيا وعدد النظام الرعاية الصحية لمساعدة المصابين بالفيروس وأضافت أن الصندوق الفيدرالي للتأمين الطبي الإلزامي يجب أن يقدم نتائج تحليلية لجودة الإجراءات الجديدة في وزارات الصحة الإقليمية أعلن وزير الصحة الألمانية أنه لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكافيدا 19 إلزامية مادم الشخص قد حصل على جرعة سالسة من اللقاح وذلك في حالي ما قررت البلاد جعل التطعيم إجباريا وقال الوزير الألماني أن أي شخص حصل على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا اليوم أو في المستقبل فهو يتمتع بتحصين أساسي جيد والجرعات الثلاث حاليا ستكون كافية في حالي أن أصبح التطعيم إجزاميا وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل على ضرورة تقديم دليل على التطعيم بدلا من الحف على التطعيم حسات سلطات في العصمة الصينية بكين جميع مناطقها على الحفاظ على وضع الاستنفار التام لمواجهة كورونا في الوقت الذي تواصل فيه المدينة تسجيل إصابات محلية جديدة بالفيروس قبل أقل من أسبوعين على بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وقالت مسؤولة في مركز مكافحة الأمراض في بكين أن 27 حالة انتقلت إليها العدوى محليا وظهرت عليها أعراض في حين تم رصد خمس حالات بلا أعراض في العاصمة منذ خامس عشر من يناير تواصل مختلف دول العالم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة التفشي المتسارع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا يأتي ذلك وسط موجة وبائية جديدة وفي ظل سعي دول العالم لتعزيز أنظماتها الصحية وتسريع حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بينما يسعى العالم للتعافي من أسار وتداعيات جائحة كورونا يواصل متحور أوميكرون من فيروس كورونا الإلقاء بظلاله القاتمة على مختلف أنحاء العالم وسط كل ذلك أعلنت وكالة الصحة الأوروبية أن أوميكرون بات سائدا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ووفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها فإن أوميكرون منتشر في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 78% في المتوسط وعلى صعيد الإجراءات أعلنت الحكومة الفرنسية رفع معظم القيود التي تم اتخاذها للحد من تفشي الوباء فيما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكسا أنه يفكر في تخفيف البروتوكول الصحي في المدالس بعد السابع من مارس القادم كما صادق المجلس الدستوري الفرنسي على معظم بنود مشروع قانون يقضي بفرض الشهادة الصحية وفي بولندا شجع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورسكي مواطن بلاده على العمل من المنزل بعد أن وصل عدل الإصابات بكورونا إلى مستويات قياسية في البلاد مشيرا إلى أنه طلب من الإدارات العامة الانتقال إلى العمل عن بعد في أسرع وقت ممكن وفي روسيا أعلنت السلطات تسجيل عدد قياسي جديد يومي للإصابة بفيروس كورونا في مؤشر إلى موجة جديدة من انتشار الوباء مدفوعة بالمتحور أوميكرون فقد سجلت روسيا نحو خمسين ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى ذلك أدى الإقبال الكبير في الهند إلى مبيعات الفحوص الزاتية للكشف عن الإصابة بكورونا إلى قيام السلطات بتنظيم هذه العملية للحصول على فكرة أكثر دقة عن عدد السكان المصابين في وقت يرتفع فيه عدد الحالات في جميع أنحاء العالم حيث سجلت الهند أكثر من واحد وثمانية من عشر مليون إصابة خلال الأيام السبع الماضية بالزيادة قدرها أربعة وسبعون في الماء مقارنة بالأسبوع الماضي وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الدكتور رياض درقاوي اختصاصي الطب المغبري واستشاري المناعة دكتور رياض ما هو المشهد الصحي الآن في ظل كورونا ومتحورتها مرحبا شكرا لإستضافتكم في الحقيقة غير وصول متحور أوميكرون النظرة الطبية إلى حد ما والصحية للبلد والقيادات السلطات الصحية حول الوباء وحول كيف نتعامل مع هذا الوباء لماذا؟ لأن أوميكرون لا نستطيع إيقاف انتشاره مهما فعلنا إلا أن نعمل حظر كامل وإيقاف بالاقتصاد ولكل نواحي الحياة وهذا لم يعد ممكنا في هذه المرحلة بعد سنتين من الوباء وصعب جدا طلب من السكان والناس عمل ذلك لذلك هم سوف يتعايشون مع الفيروس وبنفس الوقت يحمون السكان هذا هو الهدف حاليا لكي يحموا السكان لشك أنه يجب أن تكون نسبة عالية من الملاقحين وهو ما تصب إليه كل الدول وهو محقق في عديد من الدول في أوروبا وعبر العالم حاليا باللقاح هو الحل الأفضل لحماية الناس خاصة الكبار في العمر والمعرضين بشكل أكبر إن كانوا لأنهم بدينين وإن كانوا لأنهم عندهم أمراض مزمنة أخرى مرافقة إذن الإيقافة أوميكرون حاليا غير ممكن والتعامل معه هو المفروض أن يتم يبقى هو مرض ينتشر بسهولة عبر التنفس المتحول أوميكرون أسرع انتشارا حتى من دلتا الذي كان أسرع انتشارا من ألفا الذي كان أسرع انتشارا من السلالة الأصلية فنحن هنا اقتربنا إلى سرعة انتشار قريبة جدا من الزكام أو من الحصبة عندما كانت تنتشر بسرعة في الماضي هل الأعراض مختلفة عن ما اعتدناه عن كورونا عند ظهورها في عامين الماضيين؟ لا شك أن العراض أخف ليس بشكل كبير لكنها أخف عدد الحالات التي تذهب إلى المشفى بعد إصابة الناس أقل بعدة مرات لا تستطيع تحديد بالضبط كم مرة من المتحور دلتا لأنه ليس عندنا المعلومات الكافية حتى هذه اللحظة بالنسبة لهذا الموضوع لكن متأكدون أنه أقل كعدد حالات اللجوء أو نسبة اللجوء إلى المستشفى وفي حالة اللجوء إلى المستشفى ودخول الإنسان بسبب إصابته بالأوميكرون والأعراض اضطرته إلى أن يدخل ويحتاج إلى الأبسجين والعناية في المشفى فإن احتمال هذا نعرفه الآن حسب الإحصائيات الأخيرة عندنا في سرنسا هو أقل احتمال بثلاث مرات من المتحور دلتا من أن يذب الإنسان بعد دخوله إلى المشفى إلى العناية المشددة يعني لنفذ دخل الإنسان بسبب عراض جديدة إلى المشفى لكن لن يذب إلى العناية المشددة بثلاث مرات أقل من لو كان معه المتحور دلتا يبقى أيضا تبقى الإصابة بشكل عام موجودة أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي قليلا ما تنزل إلى الرئتين التي تؤدي إلى ذات رئة أو التهاب رئة وعدد الأيام التي يقضيها الإنسان في المشفى في حال دخوله كمان هي أقل إذن بمجمل الموضوع هو الموضوع أفضل لكن استياد عدد الإصابات بشكل هائل مثلا في فرنسا كنا أكثر من 400 ألف إصابة يومية جديدة خلال عدة أيام وعلى مستوى إذن الأسبوع دخل إلى المشفى كل يوم حوالي 2400 شخص جديد طبعا زادت هناك من يخرج من المشفى بطبيعة الحال ولكن هذا يعني أنه يجب الحذر مع ذلك يجب دائما الالتزام بالإجراءات الاحترازية إذن هو الانتشار الأكبر والخطور الأقل عفوا الانتشار الأكبر والخطور الأقل تماما تماما نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياد درقاوي اختصاصي الطب المغبري واستشاري أمراض المنع عقد رئيس مجلس الوزارة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عامل طلعت لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة واستهل وزير الاتصالات العرض بمشروعات التحول الرقمي وخاصة منصة مصر الرقمية التي أطلقت يوليو 2020 كما تناول وزير الاتصالات موقفة خطة تطوير مكاتب البريد مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 1329 مكتبا من المستهدف لعام 2021 وأشر وزير الاتصالات إلى أنه يتم التنسيق الوضع آليات التكمل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة كما يجرى العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية لإدارة مشروحية كريمة أعقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عدة لقاءات خلال الأيام الماضية مع ممثل الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي للمناخ نايجيل توبينغ جاء ذلك لمناقشة سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ وليات كوب 26 التعاون بينه وبين بطل العمل المناخي رفيع المستوى المصري لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 والمقرر الإعلان عنه قريبا أوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة خلال تجيز المؤتمر على الاستفادة من تجربة مؤتمر جلاسجو والمخرجات الناتجة عنه وكذلك التعاون البناء مع أبطال العمل المناخي مشيرة إلى أن مصر وضعت إطارا مؤسسيا لتجيز مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيسي مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزرات المعنية على أن يكون وزير الخارجية رئيسا للمؤتمر ووزيرة البيئة المباوس والمنصق الوزري للمؤتمر افتتح محافظ البحر الأحمر عمر حنفي عددا من المشروعات في مختلف القطاعات بمدينة الغردقة تزامونا مع الاحتفال بالعيد القومي الثاني والخمسينا للمحافظة وأوضح عمر حنفي أن عملية التطوير تأتي ضمن مخطة المحافظة للارتقاء بالشكل الجمالي للمدينة الساحلية كذلك خدمة لأبناء البحر الأحمر والعملين بها من المحافظات الأخرى والزوار لافتا إلى أنه تم تركيب لافتات للأجرات تعريفية للركوب لمنع التلاعب مع تشديد الرقابة على الحركة داخل الموقف افتتح محافظ الغربية طريق رحمي فعليات مؤتمر من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية والذي يعتبر تجربة فريدة للجمع بين الشباب المشارك في منتدى شباب العالم والعديد من شباب المحافظة الذين لم تتوفر لهم فرصة المشاركة وقال محافظ الغربية إن المحافظة حققت في ملف حياة كريمة العديد من النجاحات التي فقت معظم محافظات الجمهورية الأخرى دعيا الشباب للمشاركة في مبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المستهدف المطلوم من الأهداف الأممية للمحافظة بحلول عام 2030 النهاردة إحنا ما خدناش توصيات إحنا قاعدين علشان إزاي ننفذ توصيات اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم على أرض محافظة الغربية ده كان أحد الأهداف لمؤتمر النهاردة وأنا قلت حتى في كلمتي إن مؤتمر النهاردة عبارة عن بداية ننطلق بعدها من خلال خطة عمل محددة الفترة الزمنية إزاي ننفذ هذه التوصيات إزاي كمان إن إحنا نعظم الاستفادة من المكتسبات منتدى شباب العالم قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتابة سمح الجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الاتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا ويأتي ذلك نظرا لوجود مركز لطلق اللقاح بالمعرض على أن يطبق هذا الشرط على التواجد في المناطق المغلقة والمخصصات للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ باية إضافية بجانب المنصة الإلكترونية لاستعاب أكبر عدد من الزوار وتفسيط الإجراءات عليهم وتقرر أيضا دخول الأطفال تحت سن 12 عاما مجانا بالإضافة إلى أكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة العشرة من صباح يوم الخميس السبع والعشرين من يناير ويستمر حتى يوم السابع من فبراير انطلقت القافلة طبية بوحدة صحة أسرة الحمروين التابعة لإدارة القصير الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم خلال القافلة توقيع الكشف وصرف العلاق لمائة وتسع حالات بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 21 فحصا معمليا و 12 فحص أشعة وسنور كما تم إجراء حالة كشف مبكر عن 16 من الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاق بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهدت قرية بغداد بمحافظة الوادي الجديد انتلق أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستمر أعمالها لمدة يومين ويتم خلالها فحص وإجراء الكشف الطبي على المواطنين بالقرية يأتي هذا في إطار توجهات وزارة السحة للوصول إلى القرى النائية بالمحافظات الحدودية وتقديم رعاية الطبية للمواطنين بالمجان وتضم القافلة الطباء استشاريين في تخصصات عدة كما يتم صرف العلاج بالمجان قوافل حياة كريمة في الوادي الجديد احنا طبعا بتنفذ شهريا بمعدل 8 قوافل 16 يوم قوافل واحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجا والقوافل دي بتم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحرير اللازمة بالإضافة طبعا أننا لو فيه حد محتاج تدخلات جراحية بنحاوله الأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي والآن نتحول في نشراتنا إلى أخبار الاقتصاد مع الزميلة فاطمة خليل شكرا ياسر عبدالسطار شكرا ناهبة حسين وأهلا بكم شاهدين وجولة اقتصادية جديدة نشر المركز الإعلامي لماجلس الوزراء تقريرا يصلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوية في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد لفتا إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التواري خلال أزمة كورونا والذي سجل 3.3% العام الماضي و 3.6% في العام المالي 2019-2020 وبشأن البطالة أوضحت تقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلتها للعام الثاني على التواري خلال أزمة كورونا حيث ثجلت 7.5% في ربع الثالث عام 2021 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد بخطة عام 2021-2022 يصل إلى 178 مشروعا وأضافت أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة تبلغ 17 مليارا و 900 مليون جنيه جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ما لمح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 2021-2022 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن مصر استطاع التوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية حيث حقق الاقتصاد المصري استقرارا ملحوظا ومعدلات أداء إيجابية وخلال لقائه مع سفير الألماني لدى مصر فرانك هاتمان أشار رئيس هاية الاستثمار إلى الأهمية التي تليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاصة وقيمها بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة في مصر والشركات المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة لعرض فرص الاستثمار والتوسع في المجالات محل اهتمام الشركات الألمانية والتي تتنوع في عدة مجالات أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي على الإمكانات الهائلة التي تتمثع بها المنطقة من خلال موقعها المتميز على ضفطي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم في العالم وخلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى مصر جاريث بايلي وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للمؤتمر الدولي لمناخ نايجل توبينج أشار رئيس المنطقة إلى أن مرور 12% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس يتيح فرصا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر بعد أن تلقت المنطقة عددا من العروض العالمية لإقامته أكدت وزيرة التجارة وصناعة نبينجاما أن مصر طول اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير قطاع التمور باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الواعدة جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اتتاح لفعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ألقاها نيابة عنها معاون الوزير لشؤون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتقار الصناعي أحمد رضا مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في إنتاج التمور نهضة يمكن عندنا في المهرجان ما يقرب من مئة عارض ممثل من جميع الشقاء بالدول العربية وبالإضافة إلى الشركات المصرية بكل المحافظات في مصر سعادة جدا طبعا نهضة أن هذا المهرجان يقام على واحد سيوة في أقصى غرب جمهورية مصر العربية ويمكن بعد أيام قليلة من مؤتمر الشباب الدولي في شرم الشيخ في أقصى شرق جمهورية مصر العربية ليؤكد أن مصر فتح زرعيها من شرقها إلى غربها ليميع المتعاونين معها ولتحقيق التنمية المنشودة في أسواق المعادن النفيسة خفضت أسعار الذهب عالميا بنسبة 5 من 10% ليسجل نحو 1835 دولارا للأقية على الصعيد المحلي فقد شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة ثلاثة جنيهات بعد هبوط الذهب بالسوق العالمي حيث سجل عيار الذهب 18 نحو 687 جنيه أما عيار الذهب 21 فقد سجل حوالي 802 جنيه وهو الأكثر مبيعا أما جرام الذهب 24 فسجل حوالي 916 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 6416 جنيه إلى أسواق النفط العالمية حيث هبطت العصار مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر وترجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي تسليم في براير بنسبة 2 من 10% إلى 87 دولارا و 89 سنة للبرميل انقبضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 4 من 10% إلى 85 دولارا و 14 سنة للبرميل بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالي الإماراتي مكتوم بن أحمد بن راشد مع كبير الوزراء والوزير المنصق للأمن القومي في سنغفورة تيوشي هين سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعاد في دوء الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومن أهمها اتفاقات الشراكة الشاملة الموقعة في عام 2019 بما تمهد له من توثيق لروابط التعاون بين الجانبين لسيما على مستوى التبادل التجاري والاستثمارية مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عود مرة أخرى لهبا ويسل استكمال ما توقع من تسعة أشكرك فاطيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم من زلزال بلد قوته الست وثلاث من عشر درجة هزى مدينة أونالسكا في ولاية ألسكا الأمريكية وأضافت أن الزلزال كان على عمق سلاسة كيلومترات وتعتبر ألسكا من أكثر المدن الأمريكية تعرضة للزلزل أشهرها زلزال ألسكا العظيم في عام 1964 والذي أصفر عن مصرع أربعة وثلاثين شخصا وتشريد الألاف قالت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة لمقياسي ريختر هزا جنوب غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم مما أسفر عن إصابة ثلاثة عشر شخص وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مدعاتية سونامي ووقع الزلزال الذي كان مركزه على عمق 45 كيلومتر قبل تساحل كيوشو وهي إحدى جزر اليابان الرئاسية الأربعة الواقعة بأقصى جنوب البلاد تتواصل في جزيرة تونجا جهود الحكومة لتجاوز الأثار التي تسببها بها بثورة البركان المدمرة وأمواج المد العاتية جهود تأتي بالتوازي مع وصول مساعدات إنسانية إلى تونجا من عدة دول من بينها استراليا ونيوزيلندا واليابان وبريطانيا مع استمرار السلطات في تونجا في أعمال إزالة الأنقاض بعد أسبوع من ثورة بركان مدمرة وأمواج مد عاتية اصطفى سكان الجزيرة للحصول على خدمات مالية محدودة استؤنفت في العاصمة نوكو ألوفا حكومة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ أكدت أن توزيع مياه الشرب يمثل أولوية بالنسبة لها حيث وزع فريق للطوارئ أكثر من ستين ألف لتر من المياه على السكان وذلك بالتزامن مع بدء محطة تحلية مياه على متن سفينة بحرية نيوزيلندية في سحب مياه البحر عن ميناء تونجا لتحليتها في ظل قدرة السفينة على إنتاج سبعين ألف لتر من المياه يوميا حكومة تونجا أضافت في بيان أن السكان الذين فقدوا منازلهم عندما اجتحت أمواج مد بارتفاع خمسة عشر متر للبلاد سينقلون إلى الجزيرة الرئيسية تونجا تابو بسبب نقص المياه والغذاء وأشر البيان إلى أن الحمامة البركانية التي تدفقت على سطح المحيط أتلفت القوارب وجعلت النقل البحرية بين جزر البلاد أكثر صعوبة في حين تقرر تعليق الطيران الداخلي كما لفت إلى أن الرماد البركاني وأمواج المد أضر بنحو 84% من السكان ولا تزال الاتصالات بين الجزر شديدة الصعوبة على صعيد المساعدات تتجه المزيد من سفن البحرية الأسترالية ونيوزيلندية والبريطانية إلى تونجا لتوصيل مساعدات متنوعة كما وصلت طائرتان تحملان إمدادات إنسانية من اليابان ونيوزيلندا بعد وصول رحلتين من أستراليا والآن وصلنا إلى الجولة في الأخبار الرياضية فاطيمة خليلة معها أخبار الرياضة شكرا نهبة شكرا نياسر وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة أصفرت قرعة المرحلة النهائية من تصفية الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 التي سحبت اليوم بمدينة دولة الكاميرونية عن مواجهة نارية بين المتخب الوطني والسنغال جاءت القرعة متوازنة لمتخب المغرب الذي سيواجه الكونغو الديمقراطية فيما اصدم المنتخب الجزائري بالكاميرون فيما تواجه تونس منتخب مالي وجاءت المواجهة الخامسة أفريقية خالصة في دربي غرب أفريقيا بين نيجيريا وغنى أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم استعدادا للقاء كوتووار الأربعاء المقبل في الدور الثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية وشارك الظهير الأيصر أحمد فتوح في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة تأهيله فيما بدأ محمود حمدي الوينش اليوم فترة التأهيل بعد أن أنهى برنامج العلاج الطبعية وكان المدير الفني البرتغالي كارلس كيروش قد عقد اجتماعا مع لعبين ظهر اليوم ضمن سلسلة اجتماعات معهم تناول خلاله برنامج الاعداد للقاء كوتووار وأهمية المباراة بعد التحول إلى الأدوار الإقصائية للبطولة تنطلق غدا مواجهات الدور ثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون حيث يخد المنتخب التونسي موجهة قوية مع نظيره النيجيرية فيما يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجابون مشاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية عودة مرة أخرى ليسر وهب الاستكمال ما تبقى من التسعة شكرا لك فاطيمة خليل تواصل دار الأوبرا المصرية تنفيذ خطة إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى والغناء حيث تنظم الدار احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد وذلك على المصرح الكبير ليلة من ليالي الزمن الجميل بالمصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أحيت فيها ذكرى الفنان منير مراد بحفل موسيقي يسترجع فيه الحضور أعماله الغنائية والسينمائية بمناسبة مئوية الفنان الراحل نحن نقدم الأوبرا النهاردة على المصرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية مع الميسر محمد الموجي ونجوم دار الأوبرا المصرية اللي غنوا معنا النهاردة وحنشوفهم في الفاصل الثاني في باقة من أجمل أغاني الموسيقى الكبير صاحب الموسيقى المريحة منير مراد طبعا ده مجهود كبير دي حاجة من الحاجات اللي ما بتتعملش خالص فيه عاملين أغنية اسماعة رحالة بتاعت الفنانة واردة أغنية اسماعة شغلوني عيونك الفنانة فايزة أحمد من الحاجات اللي ما حدش عارفها كتير أبعد يا حب الفنانة عفاف راضي بأمر الحب دحك ولعب كل حاجاته رائعة وجميلة يعني فعلى قد ما قدرنا يعني جمعنا حاجات جميلة وإن شاء الله تسعد الناس وتبسطهم يعني فقرة الحفل تنوعت من فيلم تسجيلي وأوبريت غنائي جمعت عددا من الفنانين من مغنيين وممثلين عرضوا فيها أعمال الفنان منير مراد المتعددة من أغان وألحان طبعت في وجدان المصريين ومن أشهرها حاجة غريبة ضحك ولعب وجد حب للعندليب الأصمر عبد الحليم حافظ ومعبودة الجماهير شادية المقاوية دي طبعا مهمة جدا جدا لإني فيها النهاردة كمان حاجة مختلفة إن احنا بنعمل أوبريت قاضي البلاج على المسرح الكبير في دار الأوبرة فحركات وباليو وحاجات فعملنا بروفات كتير قوي بتمنى يا رب إن هي تنال استحسان الجمهور يعني إن شاء الله النهاردة طبعا المشاركة مميزة شوالي إن منير مراد من الألحان اللي هي الخفيفة الجميلة بتعجب الناس جدا وطبعا تحس إن هي سهلة بس هي مش سهلة يا صعبة جدا في الحفظ والتأديت اللحن يعني عشق الفن منذ طفولته واشتهرت أعماله بالطابع الاستعراضي الرقص نظرا لتميزه بعدة مواهب تنوعت بين تمثيل وغناء وتلحين طرب وغناء لا يتوقف داخل أروقة دار الأوبرا المصرية التي لا طالما احتضنت الفن والفنانين واحتفلت بهم من أجل الحفاظ على التراث من الاندثار وإنشاء جيل صاحب ذوق فني رفيع كريم بيبرس التلفزيون المصري وإلى أخبار الطقس فراء أخرى نعود إلى فاطيمة خليل شكرا يسر شكرا هبة وأهلا بكم مجددا مشاهدين ووقفة أخيرة مع حول الطقس يتوقع قبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا لأحد طقس بارد نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد السقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائما من القهرة العزم 15 الصغرى 7 الإسكندرية 15 8 مطروح 15 7 فرسعيد 16 8 الإسمعلي 16 7 وجوها برد أما في السويسة 16 7 العريش 16 7 طابة 16 10 شرم الشيخة 20 12 الغرداء 20 12 وجوها معتدل بالنسبة للأكسر 19 6 أسوان 20 7 الوادي الجديد 19 6 شلاتين 24 10 حلايب 22 11 وجوها معتدل والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية المترجم للقناة المشاهدين نبقى الآن مع لقطة اليوم ترجمة نانسي قنقر انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وزير الخارجية يدعو القطاع الخاص العمني إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية وزير الخارجية الكويت يؤكد من بيروت سعي دول الخليج لمساعدة لبنان ليصبح قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار ترجمة نانسي قنقر